اشتركوا في القناة وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد هذا درس جديد في سلسلة عنوانها قضايا مجتمعية عنوان درس اليوم الحدة عند الخصومة الإسلام أيها الإخوة دين مثالي واقعي مثالي يقول لنا لا تتخاصموا لا تحاسدوا لا تدابروا لا تقاطعوا لا يبيع بعضكم على بيع بعض أحب لأخيك ما تحب لنفسك هذه مثالية بعضنا يصل إليها بعضنا لا يصل الإسلام دين مثالي ودين واقعي واقعي يقول ما في مشكلة تتخاصم أنت وأخوك ما في مشكلة تتزاعل أنت وأخوك ما في مشكلة تعلق بينك وبين مرتك بس إذا تخانقتوا إذا تخاصمتوا إذا علقت بيناتكم هناك أدب للخصومة الحديث اليوم سيتحدث عن آداب الخصومة الخمسة الحدة عند الخصومة عقد شاب على فتاة عقدا خارج المحكمة كتاب الشيخ تعرفت الأسرتان وتقاربتا وتبادلتا الزيارات والضيافات والهدايا والإكرام حدث أن تخاصم العاقدان وتمت الخصومة ولم يجدا معينا ليوقفها عند حد أرادت الفتاة طلاقا وأراد الفراق غير أنه من ستة أشهر لم يزرها ولم يتصل بها ولم يجب على رسائلها ولم يلقي عليها كلمة الطلاق ولم يعطيها حقها ولم تسامحه بشيء ومنذ ذلك اليوم وإلى الآن لم يستطع أحد التوسط لدى الاثنين للوصول إلى حل فلا الزوج راض بتسريحها بإحسان يقول إن كان لكم حق عندي فخذوه في المحكمة وللزوجة راضية له الإبراء تقول لي عليه حق لا أسامحه أبدا الحدة في الخصومة نحن بكرة ليلة أدر يا أخوان معقول بكرة بعد بكرة كل يوم ليلة أدر اليوم ليلة أدر معقول أن أدخل ليلة القدر وهيك بيني وبين واحد خصومة لا عم برضى حلا ولا عم يرضى يحلا وكلانا يصلي قيام الليل وكلانا يقرأ القرآن وكلانا صائم وكلانا تصدق وكلانا فطر الصائمين أما الخصومة ما عندنا سامحني تربية إسلامية في الخصومة اشتركا في تجارة درت عليهما أرباحا كبيرة وعاودا الشراكة مرات ومرات حصلت بينهما يوما خصومة وظن كل منهما أنه على الحق ولم يوفقا إلى من ينزع فتيل الأحقاد فقر راحا للشركة وراح كل منهما يوغر صدور الناس على خصمه ويشيع عليه الأراجيف وزادت الحدة فيهما فكل منهما يريد تحطيم الآخر وإخراجه من السوق الحدة عند الخصومة هلأ نحن يا أخوان كلها نتناوقع من كل روائم ناح شوفوا ما أحلاكم اللي يقاعدين بالجامع والله مناخد لكم صورة هي كتير حلوين بس نحن بدنا نكون بس نتخانق بس تغضب بس يطلع خلقك بس تزعل مني بس ازعل منك شو هتساوي ماذا تفعل هناك نريد أن نأخذ لك صورة وقعت قطيعة بين زوجين أراد أحد الشيوخ التوسط بينهما لما اجتمع بالزوجة وأهلها وراحوا ينعتون الزوج بأسوأ النعوت ما هو ينعتونه بأسوأ النعوت سأل الشيخ الزوجة هل تستطيعين ذكر محاسن زوجك ثلاثة منها حكيت لي كل شيء سيء منيح إذا سمحتي ثلاث شغلات منيحة فاستغرب عندما أجابت لم أجد فيه حسنة واحدة يا لطيف شنون تزوجتي والله سألتها قلت له حكي لي بس ثلاث شغلات منيحة في قاتلي ما عنده قلت له شنون تزوجتي لك حكيت كلمة بس باستحيل كونياهو عن نفسها أنه هي تزوجته كانت كذا الحدة عند الخصومة كانت بينهما شراكة قديمة يجلبان فيها الخير لنفسيهما وللناس حدثت بينهما خصومة أوغرت الصدور وأججت الأحقاد راح كل منهما يؤذي الآخر بما استطاع ووصل الأمر بكي ليهما إلى كتابة تقارير أمنية غير صادقة لإيصال الأذى لشريكه القديم الحدة عند الخصومة كثير مننا أيها الإخوة لهم عند الوفاق وجه بشوش ومنطق حسن وكرم واسع وتساهل وتسامح لكن عددا مننا إذا اختلف مع غيره أو انزعج منه أو خاصمه تميز من الغيظ وانشق من الغضب واحتد والتهب فطارت منه شقة في الأرض وشقة في السماء يريد أن يزبد ويرعد ويرفع ويخفض ولا يقبل بحل ولا يرضى بتحكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة نحن رايحين لليلة الأدر ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة طبعا بين النافلة صلاة النافلة وصدقة النافلة وصوم النافلة قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر تحلق الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين الإسلام أيها الإخوة من واقعيته وضع لنا ضوابط للخصومة نحن بشر نزعل من بعض منرضى من بعض بتتخذ أنا موقف تتخذ أنت مني موقف ما في مشكلة بس أنا أريد أن أذكر لك خمسة أشياء إذا صارت خصومة بيني وبينك واحد مراقبة الله تعالى في أثناء الخصومة كل كلمة عم تحكيها الله سمعه وسجل وسيسألك عنها كل صورة أبرزتها كل وثيقة قدمتها في نسخة منها رفعت إلى رب العالمي ويوم لأيامه ستعرض عليك عن الزبير قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون شايف هالإخناء تبعهون نفسه بنا ندخاناء فوق شايف هالخصومة تبعهون نفسه بنا تنعاد نعمل تمثيل للواقعة بالآخر ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال الزبير يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة يوم القيامة بعد الذي كان بيننا في الدنيا قال نعم قال إن الأمر إذن لشديد يا لطيف أدام الله بدي أقول نفس الكلمات أنت يا بنتي نفس الكلمات هتحكيهم أدام رب العالمين يلي ألتيهم عن زوجك يلي ألتيهم عن حماتك يلي ألتيهم عن ضرتك يلي ألتيهم عن مرتخوك بدك تقوليهم كلمة كلمة بدونين عادوا فمهما أردت أن تقول في الخصومة فقل ومهما أردت أن تفعل ففعل لكن اعلم أن الله تعالى يراقبك وأن قولك وفعلك معروضان عليه هذا واحد اثنين من آداب الخصومة في الإسلام واحد مراقبة الله تعالى اثنين الاحتكام في الخصومة للشرع والنزول على حكمه نحن يا أخوان مما قضيت ويسلموا تسليما سامحون يا أخوان أدما قلت أنا مؤمن وأدما حطيت على بيتي الحاج فلان وأدما صورت حالي بمكة والمدينة الله عم يحلف ماله مؤمن الدين يا أخوان مو هيلم يعني الدين انضباط بهذه الشريعة فمن رضي في الخصومة بحكم الشريعة فقد عدل وأنصف ومن لم يرضى فقد جار ورغى ومرارا ما رأيت خصوما نزلوا على حكم الشريعة في خصومتهم فسلموا من الأحقاد والآثام وعوضهم الله خيرا مما قدموا ورأيت من لم يرضى بحكم الشرعي فندم ندامة الكسعي والله في شابين بيحضروا مرات عنها 35 سنة بيشتغلوا بتجارة مواط طب الأسنان صارت بيناتهم خصومة بلدهم من يحتكموا لأحد أم قالوا هذا الدكتور الشعال طبيب أسنان يعني وشيخ فبيفهم علينا شو بدنا نقول جاءوا إلي أنا لا أعرفهما قبل هذه الواقع قالوا لي في خصومة وفي تجارة طب أسنان يعني مواد طب أسنان بتقولهم طيب بس ديجيب واحد معي خبير بالتجارة أنا خبير بطب الأسنان بس نجيب واحد خبير تجارة كمان قال طيب تواعدنا الموعد جئنا تفضل يا فلان احكي لنا القصة حكى سجلنا شيئا تفضل حضرتك حكي لنا القصة حكى سجلنا أشياء نالوا خير إن شاء الله موعدنا بيوم كذا بعد يومين مثلا والله التدارس أنا وهذا الرجل الفاضل طلع معنا كمان بدنا نسمع منه الأشياء جئنا بهذا اليوم سمعنا الأشياء التي نريد نالهم مع السلامة قيمت الموعد الجاي فقال أحدهم بيته بك فرسوسة قال تفضلوا لعندي على البيت نالوا الطرف تاني بترضى قالوا إيه بنرضى نالوا خلاص يوم كذا ساعة كذا هلأ نحنا لما درسنا المسألة أنا وهلأخ طلع معنا إنه هاد صاحب البيت اللي نحنا هلأ رايحين لعنده الخصم هاد بده يدفع منه للطرف الآخر نسيت يمكن سبعمائة ألف ليرة كانت وقتا هو بده يدفعه مصبوط مصبوط جينا باليوم الموعود إلى بيت هذا الرجل كاتبين هالحكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد في مقدمة لقراءة هالحكم لما كانت القصة بين فلان وفلان كذا 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 ولما كان كذا وبناء على كذا وبعد التحكيم منه قبل فلان وفلان تقرر ما يأتي الحكم الشرعي بالمسألة كذا والتكييف الثقهي كذا وبالنتيجة بأن فلان الفلاني يجب أن يعطي خصمه سبعمائة ألف ليرة سورية سبعمائة ألف لما ضربوهن بثلاثمية يعني أنا حكيت لكم هالحكم قاعدين نحن هيك هو صاحب البيت اللي قاعدين بيته نحن هذا بده يدفع السبعمين ملعينا لكم يا إلا قام وطنع من الأوضو ولكن ميحكم خير إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم دقيقة دقيقتين نحن رايح يجيبن نجي شغلة خمس دقايق معد حدا إجاب لك شوفونا يا دقوا الباب يا أخي علي شوفو سبع دقايق ثمان دقايق بك أخي خلص ما بدو حكمنا يطالعنا بس قاعدين ببيت ونحن والله بعد شعشر دقايق فت حامل كيس حطوه على الطاولة قال أستاذ هي السبعمية نالو شمي السبعمية قالت سبعمية ألف مو أنتو عم تقولوا أنه لازم ادفع له سبعمية ألف اللي هم بلا حالي هي السبعمية ألف نالوا يا أفلات فضل خدهم عدهم قال لا أخلص معدودين دعون يدعي والله دعينا له له الرجل والله ولا كني ما يحكى دعينا له والله من قلبنا يعني دعينا الله يزيد خير كتير خير وأنها الخصوم يعني وقال لا بدون يضل ولا يابنزوا على المحاكم تعد لثلاثين أربعين سنة ويضلوا متعالئين والقلوب مملوئة ولا شعبان ولا رمضان ولا ليلة أدر ولا ليلة عرفة المهم دعينا له للطرف الثاني ودعينا للي حكموا والحمد لله رب العالمين ورحمه يا أخوان يا شباب يا رجال أنت لما بتتعامل مع الله أنت عم تتعامل مع الله وأنت نزلت على حكم الله هؤلاء الشيوخ يعني يخبرون باجتهادهم والله أعلم هذا هو اجتهادهم المهم رحنا بعد شي أربعة شهر بدأها التليفون عندي السلام عليكم وعليكم السلام الساز أنا فلان لفلاني عرفتني مين فلان لفلاني قلت له الله سامحني يعني رايح حنباني قل لي أنا يلي من أربعة شهر خمسة شهر ساوينا تحكيم وإنتو حكمتوا علي وسبعمائة ألف فرق سوري قلت له إيه والله والله الله يزيك الخير والله أنا عم بيحكي عليك بالخير يعني الله يزيك الخير قال لي أنا بدي أقول لك شغلي نالوا تفضل قال لي أنا عندي بيت بتنظيم كفرسوسي صلوا عشر سنين واقف قال لي الله أكرمني بعت لي رب العالمين زبون اشترى مني بأكتر من السعر يلي أنا كنت حاطه بسبع ملايين ليرسول هو دفع سبعمائة ألف قال لي اشترى بأكتر من الرقم اللي أنا حاطه بسبع ملايين قال لي هاي دفعة أولى كمان أنت عم تتعامل مع الله خلاص أنهي الخصومة هذا مسلم يعني الذي خاصمته خطأ صح بس هو مسلم ثلاثة من آداب الخصومة واحد مراقبة الله اثنين النزول على حكم الشرع مرة واحدة قال لي تريفون قال لي أستاذ والله في خصومة بيني وبين واحد حبينا أنه أنت تحكي منا أنت رجل اسم الكريم قال لي فلان قال لي عندي أحكي لك القصة قلت له طوى بالك قبل ما تحكي القصة هلا أنا إذا بدي أحكم لك فيما أعلم يعني من الشرع أنت هلا عم تقلي تريفون بتنزل على حكمي بترد علي قال لي يعني شو بدك تحكم أيها بده يتطمن إذا حاب حكم متل ما بيجي على باله بيجيبني إذا ما بحكم بجيب شيخ تاني لكن فيه بالشام كتير مشايخ يظلوا بيدور ليلاقي له شي شيخ يفهم قصته كما هو يريد ويحكم له بعدين بيقول له إيه؟ بدنا يتحكيه من الشرع وسأل الله يسمع ويرى يا أخوان ثلاثة من أداب الخصومة الاعتدال في الخصومة وعدم الإغراق بها وترك مكان للصلح في الحديث أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما ما أشير حال ما بدك تحبني لا تحبني بس شوي شوي عسى أن يكون حبيبك يوما ما عن ابن عباسر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم شديد الخصومة قديما قالوا الصلح خاسر خير من قضية رابحة حدث أحد أساتذة الحقوق المعمرين عن واحد من القضاة أنه في القصر العدل اليوم خصومات يترافع عنها ورثة الورثة في خصومات عم يترافع عنها ورثة الورثة صلى جيلين عن حليت قيل لأبي سفيان ما بلغ بك من الشرف قال ما خاصمت رجلا إلا جعلت للصلح موضعا قال القاضي الفقه ابن شبرمة من بالغ في الخصومة أثم شوي شوي يعني خاصم معلش بس ما فتشتد كتير رابعا قبل الأخير لا تأخذ في الخصومة غير حقك ولو حكم لك به من حكم نصيحة يا أخوان لا تقولوا الشيخ هيك قال لي لا تردوا على الشيخ إذا بتعرف مو حقك لا تأخذه لو الشيخ حكم لك لا تقول بالقانون هيك حكم ليه إذا حقك خذه إذا مو حقك لا تأخذ نصيحة هون ادفاع أسحل من الدفع هناك فلعلك تقع على محام نحرير يجلب لك من خصمك حقك وزيادة خذ حقك ورد الزيادة لعل خصومتك تصل إلى قاض بينك وبينه صلة فتأخذه صلة القرابة أو الصحبة فيحكم لك بحقك ويزيد فخذ حقك ودع الزيادة لعلك ترفع ظلامتك لشيخ لشيخ الشيوخ وأتقى الأتقياء يحكم لك وأنت تعلم علم اليقين أن الأمر عليك لا لك فلا تأخذ إلا حقك ولا تتوانى أن تؤدي لخصمك حقه ولا تقول هكذا حكم لي القاضي أو الشيخ فإن ذلك لا يعذرك أمام الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض نحن يقعدين هنا يا أخوان في ناس ما شاء الله يعني لسهم يعرف يحكي ويعرف يدخل يعرف يخرج يعرف يقدم يعرف يأخر وفي بيننا ناس لا يحسنوا الكلام إنكم تختصمون إليه إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أخططع له قطعة من النار هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حكم له والنبي قال لا ترد عليه خد حقك ورجع للخصم حقه كثير صعبي يا أخوان حقوق الناس بالشريعة كثير صعبي خامسا وأخيرا من آداب الخصومة في الإسلام ضبط اللسان في الخصومة يا لطيف شو صعبه الشبن يا لطيف درس مبارح كان عن هذا الأمر فأكثر ما يقع الخصوم في أعراض بعضهم وفي تنقيص بعضهم وفي سب وفحش وبذاء وفجور عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا مصفة يعني ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أت من خان وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلاف والشاهد هنا إذا خاصم فجر والله أعرفه مني والله أعرفه بالجامع والله أعرفه مؤدب شبه يا حرام خاصم أم فجر بالكلام معنى فجر أي انبعث في المعاصي والمحارم أيها الإخوة إن تقوية أواصر المجتمع ديدن كل حكيم ونبيل يدعو الإسلام في كل تعاليمه إلى الجماعة والاجتماع وتقوية أواصر المجتمع ينهى عن التفرق والتناحر والتدابر وإضعاف أواصر الجماعة وإن الحدة عند الخصومة تؤذي الفرد وتؤذي المجتمع فاحذروها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين شكرا شكرا